هو في الحقيقة الواحد لما بيفهم نفسه وأفكاره ومشاعره كده يعني لما وعيه بيزيد هو بيستغرب الحقيقة من اللي بيطلع يعني انه يمكن انا ده كان تحدي قدامي في الاول اول ما ابتديت ادرس وكده وكل ما يحصل لي حاجة تحدي وبعدين ارجع اقول لا ده انا اللي خليت نفسي كده ازاي طبعا الناس بتستغرب جدا ان انا ممكن انا اللي بقى عايزة الصداع ده اللي يجيلي انا اللي عايزة ركب يتوجعني انا اللي عايزة دهري يواجعني ونام انا اللي عايزة منجحش في الحاجة دي يعني طبعا بتبقى حاجة في الاول بالنسبة للناس هو مش قادر يستوعب ده بس لما بيدرس والوعي بيزيد وكده ويبقى قادر يفهم هو ليه بيختار لنفسه حاجة هو مش حبيبها ويقدر يتعامل معيها دي طبعا بتبقى يعني حاجة بصراحة عظيمة جدا يعني اهم حاجة في الدنيا اللي واحد يفهم نفسه بصراحة يفهم نفسه ويحب نفسه وكده ويساعد نفسه كل حاجة بعد كده يقدر يفهم الناس ويقدر يساعد الناس ويحب الناس لازم نفسه هي نمرة واحد بصراحة هو انا عشان كده معتقدة يعني يمكن انا متحيزة للإيف تي عامل ايه انا بصرا درست حاجة جدا 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 بس معلش الإيف تي حاجة تاني الإيف تي لامم كمان الكل تقريبا يعني خدوا كده علوم التأمية البشرية انا بقرأ فيها وبحضر لأعلى ناس اعلى كوتش في العالم انا طالب عنده راندر برشار انا مش بقول ما بسمع لهمش بس الإيف تي بيلمده كله ليه لأن التحابين بيطلع القصص وبتضطر تبصي في وشك وتقول يا نهاري بتحسوها وانا مش عايزة ابقى صحيحتي كوي سياسة علشان اين كان بقى الحاجات الكتير اللي انا تكلمت فيها قبل كده عشان الولاء للغرب عشان انا مكنتش استحقه عشان انا استهل اتعاقب اين كان بقى فببتدي افهم نفسي بسهولة وبسرعة مش محتاجة 800 سنة كوتشي مش محتاجة على 7 سنين مش محتاجة على 7 سنين زي الحاجات التانية